ضمن المساعر الرامية إلى عودة الحياة الثقافية لمدينة الفلوجة وبعد انقطاع لأعوام عاد شارع الفلوجة الثقافي الذي يحاكي شارع المتنبي في بغداد لعرض الإبداعات الفنية والفعالية الشعرية والتمثيلية نحن هنا في شارع الفلوجة الثقافي الذي استأنف فعالياته بعد انقطاع وهذا الاستناف كان متنوع من حيث الفن التشكيلي ومعارض الكتب ومعارض الاكسسوارات والأعمال اليدوية والقراءات الشعرية والأدبية والفنية واللقاءات العلمية واللقاءات النخبة فهذا شارع فلوجي ثقافي على ضفاف نهر الفرات يسعى المشاركون في هذه الفعالية الثقافية إلى إصال رسالة مفادها أن الفلوجة ما زالت تنبض بالحياة رغم غبار الخراب والدمار هذا الشارع ملتقى لكل الثقافات وبنفس الوقت لكل الطاقات الإيجابية بمدينة الفلوجة من معرض للرسيم والكتاب والشعراء والإعلامين والمثقفين هذا الشارع يمثل جميع الشرائح المثقفة والأدباء وغيرها علما بأن هذا الشارع ليس لديه دعم من أي جهة سواء كانت حكومية أو جهة منظمات أو غيرها مثقفو المدينة أكدوا أن فعاليات شارع الفلوجة الثقافي خطوة بالاتجاه الصحيح لإظهار الوجه الحقيقي للفلوجة كمدينة ثقافية هو مشروع لكل مثقفي الفلوجة مشروع لشباب مدينة الفلوجة نحن اليوم كبيث ثقافي في الفلوجة عملنا على إعادة افتتاحه من أجل استقطاب المواهب والطاقات الشابة الموجودة في مدينة الفلوجة تضمنت الفعاليات الكثير من القصاد الشعرية بالإضافة إلى دبكة تشوبي ومقام العراقي معارض كتب لوحات تشكيلية مشاركون في فعاليات الشارع الثقافي ثمنوا الجهود المبذولة لإعادة الحياة الثقافية وعبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة التي اتضحت من خلال حجم الحضور والتفاعل مع نشاطات الشارع الثقافي قامات ثقافية وإعلامية وكذلك حضور من خارج محافظة الأنبار وأيضا تخلل الاحتفال أو الفعاليات فقرات أدبية وشعرية وفقرات لوحات فنية وصور فوتغرافية وهذا الشارع الثقافي هو مكان متنفس جميع المثقفين في مدينة الفلوجة لعرض نتاجاتهم كل شهر وإن شاء الله سوف تكرر هذه الفعاليات شهريا وثم ربما تكون أسبوعيا وتشهد الفلوجة محاولات لبث الروح في العديد من مؤسساتها الثقافية من خلال إعادة فعاليات شارع الفلوجة الثقافي وغيره من المهرجانات التي تمثل واجهة مشرقة تليق بالمدينة ومثق فيها ترجمة نانسي قنقر